واحد يعني خصف له يصفه بأنه علماني سيصدق الناس ذلك لا الناس بتصدق حاطيك بس أكامل بس الكلام بعد إذن حاطيك الحاجة الثانية أن هناك خطأ كثيرا ما يقع فيه بعض المتدينين بأنه يصف مثلا كل من لا ينتمي إلى الطيار الديني أو كل من لا ينتمي إلى الأزهر أو غير ذلك بأنه علماني يعني ليس كل من ينتمي للصف لأن هذا فيه الذي أنا فيه يكونه علمانيا هذا غير صحيح يعني الكلام ده غير صحيح وفيه افتيات على قومة أنا ما سمعتش حد قال كافر على أي حال بس يعني فيه ناس قالت علماني لأنه نادى بفاصل الدين عن الدولة وقال إنه فيه كلام معين واضح في هذه الصياغة نسمع بقى تعليق ساعة الدكتور وحضرتك دخلنا مرة واحدة كده في مرضه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين والسلام على سيدتنا الأنبياء جميعا ونخص منهم سيدتنا إبراهيم وموسى والمسيح وخاتمهم محمد صلى الله عليهم جميعا فالحقيقة يعني أساز حضرتك في تصويب أو تصحيح في نصف دقيقة وإن كان في غير الموضوع ثم أنتقل مباشرة إلى الموضوع لما شرفت بدعوتي سعادتكم للإدلاء برأيي في اتهام إنسانة معينة من قبل أحد الناس أنا بيّنت أمرا واحدا وهو أخلاقيات الدعوة الإسلامية وأخلاقيات الداعية حفاظا على سمعة الدعوة ومكانتها ولم أتطرق لا إلى الفن الهادف ولا إلى الفن الهابط ولا إلى شخص القازف ولا إلى شخصية المغزوفة ولم أكن ضد فلان أو مع فلان لأن بعض الإخوة الذين يصفون حسابات مع علماء الوسطية وأحسب أني خادم من خدامهم يعني هجوم ضاري